اشتركوا في القناة برقم ثالثا ويعاد ترتيب باقي فقرات هذه المادة نصها الآتي ثالثا إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عنسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله واصدر قانون ملكي رقم ستة لسنة 2018 للتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب للزواج الضاربي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل وجاء في المادة الأولى من القانون أنه صودق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب للزواج الضاربي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع بمدينة المنامة بتاريخ الخمس والعشرين من أبريل الماضي والمرافق لهذا القانون وصدق أهل البلاد المفدى حفظه الله وأصدر القارون الملكي رقم 7 لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا جاء في مادته الأولى أنه صودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا الموقع في مدينة المنامة بتاريخ السابع والعشرين من مارس من عام 2017 والمرافق لهذا القانون كما صادق عهل البلاد المفدى وأصدر قانون ملكي رقم 8 لسنة 2018 بشأن الميزانية العامة جاء في المادة الأولى أنه يستبلل بنص المادة السابعة والأربعين من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة النص الآتي مادة 47 التقارير المطلوبة من الوزارات والجهات الحكومية يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقدم للوزارة تقارير كل ثلاثة أشهر عن أولا أنشطتها وتطور مركزها المالي ثانيا تنفيذ المشاريع على أن تراعى التقارير المقدمة في شأنها عند تخصيص الميزانيات المستقبلية لتلك الوزارات والجهات الحكومية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر